أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله صفة المسح على الخفين وصفة المسح أن يبل أصابع يديه ثم يمسح بهما من أصابع رجليه إلى ساقيهما يمسح باليمنى اليمنى وباليسرى اليسرى نعم صفة المسح أن يبلل يديه بالماء ثم يمرها على قدمه أعلى القدم من أطراف الأصابع إلى أن يشرع بالساق حتى يتأكد أنه مسح أكثر القدم طيب قال اليمنى اليمنى واليسرى اليسرى لو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى ما يضر مثل غسل يدين كانت تذكرون في الوضوء قلنا إذا غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى ما يضر أن يغسل يده من السنة التيامن من السنة وكذلك تقديم الرجل اليمنى عن الرجل اليسرى أيضا من السنة فلو مسح الرجل اليسرى قبل اليمنى ما يضر لو مسح اليسرى باليمنى يعني الرجل اليسرى باليد اليمنى والرجل اليمنى باليد اليسرى أيضا ما يضر وبعض أهل العلم اختار أن يمسحها معا يعني ما يمسح اليمنى بيده ثم يمسح اليسرى بيده اليسرى قال لا يمسح هما معا مرة واحدة يمسح يعني الغسل يختلف الغسل تغسل اليمنى ثم تغسل اليسرى قال المسح الخف يختلف لا يمسحان معا لماذا؟ قال لأن في حديث المغيرة ابن شعب رضي الله عنه فجئت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم قالوا مسح عليهم أي إيش؟ معا ولم يقل مسح اليمنى ثم مسح اليسرى قال مسح عليهم فالظاهر أنه مسح عليهم جميعا على كل حال الوضوء صحيح مسح عليهم مسح اليمنى ثم مسح اليسرى مسح اليسرى ثم مسح اليمنى مسح اليمنى بيده اليمنى واليسرى بيده اليسرى مسح اليمنى بيده اليسرى واليسرى بيده اليمنى كله جائز يعني في النهاية الوضوء إيش؟ صحيح نعلم